مساء الفل على كل مشاهدين ومتابعين في كل مكان عبر منصة 24 ساعة رياضة معكم محمد حسن فتح الاتحاد الافريكي لكرة القدم تحقيقا في تصريحات الجزائر ضد المغرب خلال افتتاح كأس الامم الافريكية للمحليين الكلافات السياسية قد تهدد الرياضة الجزائرية بصفة عامة وذلك بسبب الازمة الدائرة بين المغرب والجزائر والتي وصلت لزروتها بعد احداث غريبة شهدها حفل افتتاح البطولة والتي تغيب عنها المغرب حامل اللقب فشل المغرب في المشاركة في البطولة للدفاع عن لقبه جاء بسبب ازمة سياسية كبيرة مع الجزائر ادت الى تدخل الكاف فالعلاقة المتوترة بين المغرب والجزائر اتسببت في ازمات متعددة على مدار الفترة الماضية وصولا الى قتل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين وعلى الصعيد الرياضي لم يكن الوضع افضل ازتسببت الازمة السياسية في خلافات مشابهة في مجال الرياضة وبدأ الامر جليا خلال منافسات بطولة كأس العالم الاخيرة بقطر العرب كانوا على قلب رجل واحد في ظل تألق كبير للمنتخبات العربية خلال النسخة الاخيرة من المنديال والتي كانت استثنائية كونها الاولى على ارض عربية في التاريخ ما قدمه المغاربة بالتحديد خلال المنديال لم يكن شيئا عادية ولا يوصف حتى بالتمثيل المشرب ولكنه بشكل حرفي اعادة صياغة للتاريخ العربي والافريقي في كأس العالم المنتخب المغربي وصل لانهايات كأس العالم لكن تألقه خلال البطولة وصل به الى المربع الزهبي كأول منتخب عربي وافريقي يصل الى هذا الحد في البطولة الاعلام الجزائري تعامل بشكل غريب للغاية مع التواجد والتألق المغربي الكبير والتاريخي في كأس العالم اذ رفضوا ذكر اسم قصود الاطلسي طوال البطولة البناء للمجهول كان حل الاعلام الجزائري لتناول اخبار المنتخب المغربي خلال المنديال بل وصل الامر للاطاحة بمسؤول في التلفزيون الوطني لذكره اسم المغرب ازمة جديدة لاحت في الافق قبل ايام من انطلاق بطولة كأس الامر الافريقية للمحليين والتي تستضيفها الجزائر بعد فشل اسود الاطلسي في الوصول الى مقر البطولة الجزائر رفضت منح الازن للطيران المغربي بالهبوط في مطار كوسانتينا فيما تمسك المغرب في حقه بالوصول الى مقر اقامة البطولة برحلة جوية مباشرة على الخطوط الجوية الملكية المغربية الناقلة لك منتخب المغرب كاف حاول التدخل لتهديئة الاوضاع واجاد حلول لكن هذا دون جدوى وحتى اللحظات الاخيرة وصل عناصر المنتخب المغربي مطار الرباط لكن الطائرة لم تقلع كونها لم تحصل على اذن بالهبوط في مطار كوسانتينا الجزائر باتت مهددة بالخضوع لعدة عقوبات من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم كونها عرقلت احد المنتخبات وحرمته من حقه في خوض منافسات بطولة قرية ابرز العقوبات التي كانت تنتظر الجزائر غرامة مالية ضخمة الى جانب حرمانهم من تنظيم اي بطولة قرية على مدار السنوات الخمس المقبلة اخيرا شاهد افتتاح البطولة هتافات من الجماهير الجزائرية ضد المغرب الى جانب تصريحات وبيانات رسمية تحمل عبارات سياسية صدرت خلال حفل الافتتاح خصوصا حين زكر تشيف زولي حفيد الزعيم الجنوب الافريقي الراحل نيلسون منديلا والذي اشار فيه الى موضوع الصحراء الغربية وقال دعونا لا ننسى اخر مستعمرة في افريقيا وهي الصحراء الغربية دعونا نقاتل من اجل تحريرها مما اخضب الجانب المغربي الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف اعلن فتح تحقيقا رسميا في مشاهده حفل الافتتاح من تصريحات وهتافات سياسية بما يخالف قواعد كرة القدم والاتحاد الافريقي والتي تقدي بالحياد والامتناع عن الانخراط في السياسة كاف اكد في بيان رسمي ان التصريحات التي يشار لها بكونها سياسية لا تعبر عن الاتحاد الافريقي على ان يتم بحث الامر ومعرفة مدى مخالفة هذه التصريحات لقواعد كاف وفيفا ترى هل يحك فعلا الجزائر منع المغرب من المشاركة في منافسات الشان كان هذا لقاءنا ولايف عبر منصة 24 ساعة رياضة ضمتم في رعاية الله وامنه والى اللقاء في اللقاءات تانية جديدة